تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مقاطع سيلفي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد هذا الفيديو كان لازم نعمله اليوم لأنه فيه تغيرات مهمة صارت في عالم المدربين هذه الأيام في لحظة من اللحظات من يتكلم كونتي إلى توتنهام رسميا وبإنجلترا عم بتكلمه بصوت عالي أوناي إمري على الأغلب لنيو كاسل أول ما يبلش التوقف الدولي وهذا ممكن يؤدي لأنه فالفيردي يرجع لكرة القدم ويروح يدرب فيا ريال ولحد الآن مش واضح وضعت شافي هرن عنده زي حنحكي عن هدول الأربعة بحلقة اليوم بس كالعاد دائما بذكركم أنه احنا محتاجين اللايك منكم لأنه هذا الشي بساعدنا ننتشر أسرع نبدأ مع كونتي اللي راح لتوتنهام جميعنا اللي بحبوا توتنهام وما بحبوا واللي بحبوا كونتي وما بحبوا حاسين أنه فيه شي هيك كويس صار متكلم عن واحد جاء لليوفي هو منهار واليوفي كل يوم يجرب مدرب وراح خلا يجيب الدوري ثلاث مرات وأسس لقاعدة جابت الدوري تسع مرات ورا بعض وراع على تشيلس السن الماضي كان مهدد بالهبوط في آخر مواسم مورينيو راح جاب الدوري رغم بداية السيئة أول مبارتين ثم سيطر وانطلق بعيد كثير في الدوري ومنروح أنه بعد ذلك لما درب الانتر ميلان أنهى امبراطوري كليوفي بإيده وما بين تلك المرحلة كان في إيطاليا بمنتخب معظم لاعبين وكان مفقود الأمل منهم قدم يورو عظيمة ممتازة جدا وخرج بلا كرة الترجيح هذا الشي بوريك أنه رجل فائز أو كما سمى نفسه أيام أسير الوينر أنا ناجح أو أنا ممتصر متسلسل بعرب أجيب نتائج بعرب أجيب مباريات وهذا الرجل عنده خطة تقريبا كلنا بنعرفها يا ثلاثة خمسة اثنين يا ثلاثة أربعة ثلاثة حافظه عن غيب عارف شو بده شو مواصفات اللعب البده يا جيبوا لي واحد هيك بعملكم هيك جيبوا لي لوكاكو بجيب لكم الدوري جيبوا لي فلان بجيب لكم اللقب بسيط حافظ شو بده وتتنهام شو ناقصه ناقصه ثلاثة شغلات واحد يحط فيهم ثقافة الفوز يفهمهم أنه ما يقسروا وعلى قولة يعني كونتي يوما ما مع اليوبي كان عنده لعب اسمه كرازيتش بيقول أنا أي لاعب برجعلي قميصه مش عرقان ما بدا لعبوا مباراة بعدها فبيحب الناس اللي ما بتحب تقسر لمسعد تتعب وتعرق في أرض الملعب هذا أولا وعنده مشكلة دفاعية دمرت بوكتينو عمورينيو عانو نسانتو كلهم ما عارفوا يدبروها هذه المشكلة دفاعية كونتي قدر يحلها في كل الأندي اللعب معها نتيجة الثلاث قلوب دفاع نتيجة دور لعبت الوصل أمامهم ونتيجة أنه بجبر الكل يلتزم والشي ثالث هم لازمهم لقب أي لقب أي كأس ومشروع توتنهم حيروح لمستوى آخر هذا الكونتي في كل مكان رأى عليه حمل هذا اللقب حمل هذا الكأس فتحس أنه كل شي موجود الآن المشكلة الوحيدة أنه إدارة توتنهم بتحب تتحكم وكونتي بيكرح حدا يتحكم فيه وكونتي زلمي فضيحة حرفيا بطلع يصرح فورا قالوا لي بدون مش جيبولي فلان قلت لهم جيبولي فلان جيبولي فلان وما بزحش ما بيستحيش في هذا الموضوع وكان عم بيجيب الدوري مع الإنتر وكل يوم تصريح مشكلة هذا بالنسبة لكونتي صفقة 100% هو آخر أنا بلقول لكم عبلاطة آخر مرة حآمن في توتنهم هالمرة إذا توتنهم ما جاب ألقاب مع كونتي أنا فعليا خلص يعني أنا أعتبر هذا الموضوع مش هيصير إذا صار نحتفل فيه ونزقف لو أما نتأمل ونشوفه هيك انسوا الموضوع هفقد الأمل فيهم هذا النادي أبدا ولو جاب لقب بعد ذلك بدون كونتي حيكون بالنسبة لي مفاجأة نروح على المدرب الثاني ونعي أمري ونيوك أسل خيار الواحد بوقف فيك بيقول ليش ونعي أمري كل مكان راح إله أسس في ألمريا أسس بنجاح وفي فالنسيا ماشى أربع سنوات كانت معقدة جدا ماليا ودبر أموره ومع فياريال حاليا ماشي أموره تمام أسس كويس في شاب صغارة اللحم وفي فريق ومع سان جيرمن مشكلته كانت مباراة وحدة كارثية ومصيمة وفي معظم مواسمه مع سان جيرمن ما كان عنده الكواليتي اللي هي الخارقة أوروبيا اللي فيها نايمار وإنبادي زي ما بنعرف جميعنا أنه أصلا خسرته السوداس الستة كانت على إيد نايمار في برشلولة فالرجل مع سان جيرمن خلق شيء عمل شيء حسن شيء بس ما قدر يكمل فيه ما قدر ينجح فيه مع أرسنال لعب نهاية الدورة الأوروبي لو جاب تلك المباراة مع تشيلسي وما نهار فريقه كان حيتغير كل شيء تماما في مسيرته مع أرسنال لأن لو جاب دورة الأوروبي حيكون جاب لقب أوروبي لأرسنال من زمان كان حيتأهل دورة أبطال وكان حيتغير كل شيء بس بأرسنال كان مقيد ثلاثة أربع أشخاص بيقرروا معاه الآن في نيو كاسل هم جابوه عشانه مدرب تكتيكيا مقبول ومدرب بكثير فرق لما كان عم تصعد حقق أسرع من اللي مطلوب منه أو مع التوب التوب يعني مع ماري سان جيرمن ما حقق 100% مطلوب منه بس مع الفرق الأقل دائما بحقق أكثر من المطلوب منه فياريال ونيو كاسل الآن بمرحلة الأقل فبالتالي بدون واحد يحقق أسرع ولما نوصلناه لهناك هندفع فلوس أكثر ونجيب مدرب أعلى يكمل هذي هي الفكرة بكل بساطة الرجل هذا بيعرف إسبانيا أنا أعتقد كالعادة زي وين ما راح جاب معه لاعب بيعرفه الآن أول ما يروح من فياريال على نيو كاسل هتلقائب الشتاء مشتري لاعب من فياريال وبالصيف على أغلب باوتوريس كقلب دفاع مع أنه هذا المدافع يعني شوي يخفي الاهتمام الأندي الكبرى فيه لكن أعتقد هو هياخده معاه هناك هياخد لعبين من فياريال معاه ويبلش مسيرته مع نيو كاسل يبلش يمهد لمشروع جديد في شوية شباب في شوية نجوم وبعد ذلك هيجي المدرب اللي يكمل مدرب بشكل عام مقبول يكون مدرب المرحلة إلو اسمه تكتيكيا مقبول عنده خبرة في البرميرلي وعنده خبرة في مفهوم سوق الانتقالات لأنه اشتغل مع عندي شاطرة في الانتقالات حول العالم الروع على المدرب الثالث فالفيردي طبعا هو مجرد خبر سريع كتاب أتكلم مع أحد الأشخاص اللي كان يشتغل مع بياريال الزمان قالي للعلم ممكن لو طلع إمري يكون البديل فالفيردي قال لي إحدى الخيارات اللي تفكر فيها لأنه في ضغط فعلا على قصة إمري فلو طالع حنشوف ممكن فالفيردي يجربوه لأنه المدرب يعرف دور الإسباني خبرته كبيرة يعرف يجيب نتائج وهذا اللي بدهم إياه هذه الأيام هذا بس عن فالفيردي بخصوص تشافي طبعا أعتقد اللي حضروا المباراة برشلونة مع دينا موكيف لاحظ أن المعلق ركز كثير على قصة لابورتة لازم يحضر بعض الصحفة الإسبانية رح تفسرت وقالت إنه إحنا العرب منحب الرئيسي قابل الرئيسي ونقب الرئيسي قابل نقب الرئيسي هذا الكلام صحيح بس بالأندي بعرف الأندي لما بدي أشتري لاعب أو بدي أخذ مدرب ببعت فاكس بعمل إشي على السيستمز على الكمبيوتر ما في داعي أجي أشوفك وأقود معك وأحكي معك لأنه فيه بند اسمه وبدفع مليون وبأخذ اللاعب بساطة يعني إذا مثلا كان فسخ العقد مليون لأنه فيه بند في عقدة شابي بوضح شو قيمة فسخه وخلص تدفع هذا القيم له الآن لابورتة واضح أنه مش حابب يدفع أو محوش يدفع وهذه مشكلة أولى والمشكلة الثانية لابورتة له تصريحات قديمة خطيرة تجاه قطر وهاجم الدولة هناك فيبدو فيه نوع من تصفيت الحسابات أو نوع من المليش يسميه تصفيت الحسابات نوع من رد الاعتبار أنه أنت صرحت هذه التصريحات والآن شي تأخذ لاعب من البلاش لا تعال على الأقل على قطر عشان الناس تعرف أنك بتصرح تصريحات شعبوية إعلامية مش أكثر والآن هيك إجيت طبيعي وشفت أنه أنت تكلمت في الماضي قلت دولة ديكتاتورية إسلامية على سبيل المثال أو انتقدت شغلات معينة عن دولة الآن هيك إجيت عليها عشان الناس تعرف أنك بتعمل كثير تصريحات إعلامية مش أكثر وهذا فيبدو فيه نوع من رد الاعتبار نوع من الإنسان إذا بتحبه تسموه انتقام رد الاعتبار وواضح بس الواضح أيضا أنه التشافي يبدو مش صفقة محسومة مية في المية وهذه مشكلة ثانية أنه طب إذا التشافي من حسم وجينا عن جولة دولية معناها لازم برشان يأخذ قرار ما بس يظلك تستنى تشافي للأبد فممكن يكون إحد القرارات اللي تأخذ أنه خلص إحنا ندفع قيمة فسخ العقد وتشافي يلا نطلع والسلام عليكم وما بدنا لا نتفاوض ولا هم وهذا ممكن يأخذوا القرار معنه صعب جدا عليهم من حيث السيولة والمال لأنه قيمة فسخ العقد يجب أن تدفع سيولة مش والله رح أدفع لك يعني هاي مني زي الصفقات العادية لا تدفع كاش نوصلون لنهاية هذه الحلقة بذكركم تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وأنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله